السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم صلاة حامد وانر تواصلوا معي لرعاية فيديو اتكلم فيه عن جهاز الانر بلاي جهازهم الجديد اللي ملقبينه بوحش الجيميرز في هذا الفيديو رح اتكلم عن تجربتي مع هذا الجهاز وليش انر خصصوا هذا الجهاز وخلوه متركز للجيمينج خلينا بلش قبل ما ندخل على الامور ليلها علاقة بالجيمينج خلينا نتكلم عن التصميم اللي هو امر مع انه هذا الجهاز يعتبر من الفئة المتوسطة سعريا لكن اونر ما قصرت فيه اطلاقا فجسم الجهاز من المعدن ومن قطعة واحدة في الاطراف والظهر كلهم من قطعة واحدة من الالمنيوم اللي معمول له فينش جدا جدا ممتازة صراحة فهي ليست عاكسة ما بتلقت بصمات ما بتوسخ بالاضافة انها مش زجاج او بلاستيك على اساس انه ينكسر بسهولة اذا وقع عليه شيء لا سمح الله وقع من جيبتك مع جهاز البلاي رح تحصل على قارئ بصمة موجودة على ظهر الجهاز في المنطقة العلوية اللي وجدته دقيق جدا وسريع بالاستجابة بالاضافة انه عندك ميزات مثل امكانية تعرف على الوجه على اساس انك تقدر تفتح فيه الجهاز عن طريق الكاميرا الامامية من الاسفل الجهاز مزوج بمنفذ ثلاثة ونص اذا بدك تحط سماعاتك وتقعد تلعب براحتك بالاضافة لمنفذ USB Type-C اللي هو امر كثير من الاجهزة المتوسطة حاليا قاعدة بتختصره اللي هو امر خرافي جدا انه موجود في هذا الجهاز بالاضافة انه في عنا سماعة رئيسية اللي فيها بعض الميزات اللي بتتعلق بالسوفتوير وتخصيص تجربة الالعاب بشكل خرافي مع الجهاز نفسه فاحدة خصائص هذا الجهاز هي شيء Honor بيسموه 4D Experience او التجربة رباعية الابعاد فهذا الجهاز بيتفاعل من ناحية الجيمينج لما تكون مشغل اللعبة من خلال الجيم لانشر وتطبيق الالعاب بتاعهم انه يصير الجهاز يعطيك فيدباك من خلال انه بيصير يرجف وانت بتلعب مع الصوت فعلى سبيل المثال او كنت بتلعب بوب جي ونازل بتغبي هيك وحالتك حالي وبتزبط في السنايبر ويجي بدك تضرب واحد ولكن ايجيتك طلقة الرج فتاعة الجهاز ايضا بتحذرك وبتساعد على انك تكون والله مركز اكثر في اللعبة وعارف اش قاعد بيصير معك حتى لو كنت موطي الصوت امر اخر ايضا بيساعد لتحسين تجربة الالعاب هو الشاشة فهم نتكلم عن شاشة بحجم 6.3 انش من نوع LCD وبدقة Full HD Plus ففيه انه هنا الدقة او الابعاد الكبيرة فهم نتكلم عن 19.5 الى 9 فالجهاز جاي بالطول اكثر بالاضاف انه في عندك النوتش اللي بالاعلى اللي بيمكانك انك تخليها سودع اساس انه اذا بدك تشغل المحتوى بشكل كامل تقدر انك تعمل هذا الشيء الاطار اللي موجود حوالين الشاشة نفسه رفيع مش ضخم جدا فيه اطار صغير من الاسفل لكن مش راح يكون شيء ملحوظ جدا اثناء الجيمينج بل بالعكس في بعض الاحيان بيكون مساعد لما تكون ماسك الجهاز بكلتا ايديك على اساس انك يكون فيه زر او ما تلمس فيه ازرار بالغلط بشكل سريع جدا اثناء اللعب امر اخر ايضا وجدته ممتاز على هذا الجهاز كان الكاميرات فالجهاز مزود بكاميرات بقوة 16 ميجابيكسل من الامام ومن الخلف لكن من الخلف في عندك كاميرا ثانوية اللي تأتي بقوة 2 ميجابيكسل اللي بتعمل كمساعد للكاميرا الرئيسية او للحساس الرئيسي لالتقاط معلومات اكثر عن الصورة ولا تمنحك قدرات مثل زيادة العزل عن الخلفية انك تطلع فيه تأثير البوكي انك معزول عن الخلفية تاعتك وتعطيك صور جميلة جدا حقيقة وجدت اداء الكاميرا ممتاز بحيث ان اغلب الصور كان فيها توازن الوان جيد اعادة توليد اللون ما فيها اي شيء فيك بتحسه او شيء اصطناعي بحيث ان اغلب الصور كانت ممتازة جدا سرعة الشطر جيدة واداء الكاميرا بشكل عام ان كان الامامية والخلفية اكثر من مرضي بالنسبة لجهاز من هذا الفئة لكن الامر اللي بيخلي هذا الجهاز وحش الجيمينغ بناء على اللي بتقوله اونر هو المواصفات فهم نتكلم عن مواصفات نفس اللي بتلاقيها على فلاك شبس مثل الـ P20 Pro فبنتكلم عن معالج الكيرن 970 بنتكلم عن نفس الجي بيو اللي موجود على الـ P20 Pro بالاضافة لانه في عندك نسخ بـ 4 أو 6 جيجابايت رام كل هذه الامور مجموعة مع مميزات السوفتوير اللي موجودة في الجهاز بتمنحك تجربة جيمينغ لطيفة جدا فلما تدخل على تطبيق مشغل الالعاب الخاص بهذا الجهاز اللي مباشرة بتلاقي فيه كل الالعابك اللي انت منزلهم وتشغل اي واحدة فيهم مباشرة راح تلاحظ ان الجهاز بيقوم بتفريغ كل الامور اللي موجودة بالخلفية ومن خلال ميزات الـ AI المدمجة في هذا السوفتوير أو الذكاء الاصطناعي بيقوم بتخصيص كامل القدرات لللعبة اللي انت مشغلها اساس ان الجهاز يكون بكامل طاقته معك باللعبة فما بيصير في عندك اي تنتيع او تهنيك في اللعبة اللي انت فيها فمن الميزات اللي موجودة في هذا الجهاز هو شيء بيسموه GPU Boost اللي بيقوم بالحفاظ على سرعة معينة للـ GPU على انه يظلوا مشغلوا ومحافظ عليها اثناء تشغيلة للالعاب لان كل هذا الكلام بالعادة بيستهلك بطارية الاجهزة بشكل قوي جدا لما تكون تلعب بالعاب مكثفة لساعات مستمرة لكن مع استخدام اسبوع لهذا الجهاز حقيقة ما فيه ولا يوم اجي بدي انام فيه والجهاز كان ضايل يعني اقل من 30% دائما كان الجهاز في بطارية مع استخدامي الثقيل واعتقد لمستخدم عادي بكل اريحية هذا الجهاز راح يصمد لغاية يومين بكل اريحية بدون شحن بالاضافة انه في عندك شحن سريع بقدر 18 واط ليست 24 مثل بعض الاجهزة الثانية لكن بتظل ممتازة جدا فحقيقة جهاز شاشته ممتازة يعني تجربة الجيمينج عليه رائعة السوفتوير نفس السوفتوير اللي بتلاقيه على اجهزة اونر الاخرى بالاضافة انه راح يتحدث ان شاء الله قريبا لاندرويد 9 فمع الحفاظ على كل ميزات الجي بيو بوست والاي اي اي والامور الخاصة بانر فهذا كانت تجربتي مع الجهاز بشكل سريع وبشكل تقريبا بعد 5-6 ايام من الاستعمال اليومي ان شاء الله يكون الفيديو امتعكم واستمتعتوا واستفدتوا منه شكرا لانر على رعاية هذا الفيديو اذا مهتم منك تطلب الجهاز او تعرف معلومات اكثر عنه اضغط على الرابط لموجود في صندوق الوصف هذا كان كل شيء لهالفيديو كان معكم صلاح حامل في امان الله اشتركوا في القناة